خلي انت معك شوية أركام حلوة بقى صحيح اتفضل بقى الوقت معك يلا بين تعقيبا على شهاب واستمرارا للي هقوله حلو ليه أحمد نبيل كوكا عشان انت عندك اتنين بين إلو اللعب بشكل مباشر لمنتصف ملعب المنافس لهم أحمد نبيل كوكا طبعا نسيبك من المعامة عشره هو عنصر أساسي اللي اختيار ما بين أحمد نبيل كوكا وما بين عمر السلية المعدلات البدنية لحمد نبيل كوكا هي أكتر بكتير انت دلوقتي بتتكلم على اتنين لعيبة واحد ياخد الطرف اليمين عشان يوقف مواند الشنقية واحد ياخد الطرف الشمال عشان يوقف زكرياه وساوي فبتحط نفسك تحت ريسك ان انت تفضي نص الملعب مع وجود فصل الغمدي وفابينيو وانجولو كانتي انت عندك الريسك بتاع ان انت تفضي نص الملعب وبالتالي المنافسة تتحول على نص الملعب بشكل أسهل ان انت موسع الملعب شوية عبر الطرفين فانت هنا كان الاختيار بشكل أساسي للعيبة يبقى عندها القدرة بعد ما بتقفل ان الكرة لو تحولت لنص الملعب يبقى عنده الاستمنة وعنده السرعة ان هو يضم على نص الملعب بسرعة عشان خطر يفسد الهجمات وعشان خطر يسيطر على منتصف الملعب وهنروح نشوف ازاي السيطرة على منتصف الملعب حصلت ودي جزء أساسي في اللي كان شهاب بيقوله فكرة تواجد احمد نبيل كوكا في الحتة دي في الوقت ده عشان يفسد هجمة رومارينيو لانه عنده معدلات الجري اعلى شوية من عمر السلية اللي نزل بعد كده بس والفرقة المنافسة تعبانة اقل بدنيا وبالتالي كان عنده حاجات بص احنا دلوقتي بنكلم لا فيه واحدة قبلها بعد هاتول قبلها جماعة الا قبلها بس ضبط كده انت لابت تتكلم على الاهلي 43% استحواذ واتحاد جده 57% استحواذ الاهلي شايد 9 اتحاد جده شايد 15 تحس انه فيه جاب كبير ما بينهم ولكن لما بص على التسديد على المرمى هتلاقي انه 5-6 وده معنى ايه انه الاهلي كان قافل كويس على المفاتيح فكان الاتحاد بيشوت كور عشان يخلص منها عشان مش عارف يتوغل داخل عمق المنطقة تعافل اهم بالنسبة لي ايه فعالية الاهلي النهاردة 100% انت شايد 9 منهم 5 على 3 خشبات جايب منهم 3 ممتاز اكثر من 50% طبع استمرارا السلايد اللي بعده عشان ما نضيعش وقت في ارقام كتير بيك تشانسز 4-3 برضو استمرارا لنفس اللي بقوله تحس ان هو ما فيش فارق ما بين الاتنين كبير 4 للاتحاد جده 3 للاهلي اه الشناوي ده اللي كنا بنتكلم عليه الشناوي عمل الفارق ده بخمس تصديات مقابل تصديين فقط للمعيوف في اتحاد جده اللي تحت بقى هو اللي أنا مختلف معاكو فيه وهي فكرة التحولات الاهلي النهاردة قد يكون لعب كورته الطبعية ولكن اعتماده الاساسي كان على التحولات الهجومية انا بلعب كله تحت الكورة وبضغط وبقفل المساحات عبر مران عطية بشكل اساسي بقفل المساحات التمرير وبعتمد على من انا بخطف الكورة بغلط المنافس وباخد الكورة ببعد كورات طويلة ودي هنشوفها هنا بص اللونج بولز هنلاقي هنا 40 منهم 65 انا اسف منهم 40 واحدة صح بنسبة نجاح 62% لما نروح لناحة تانية هنلاقي انه الفريق المنافس اتحاد جدة لعب بس 42 كورة صح سيبك من نسبة النجاح نسبة 27 ساحة 42 كورة طولية بس ضبط كده طيب روح للي بعدها بس ضبط كده الدريبلز اول واحدة فوق اقل عدد ممكن من محاولة العبور او محاولة المروهة احنا ما بنتفلسفش احنا بنلعب بشكل جماعي وده اللي كنا بنقوله ما قبل المباراة الاتحاد مميز جدا في الجانب الفردي الاهلي مميز في الجانب الجماعي وبالتالي الاتحاد اعتمد اكتر على المروهات الفردية او محاولة المروهات الفردية 28 محاولة مروهة منهم 13 فقط ناجحة الاهلي فقط 15 محاولة مروهة اللي هي الواحد على واحد ونجح منهم 6 مرات وده معناه انه كان قافل كويس وكان بيلعب بشكل كويس ممكن نروح للسلايد اللي بعدها انا ده خلاص حلو الكلام ده انا كنت بتكلم عليه 34% في منطقة جزال الاهلي او في التلت الاخير بتاع النادي الاهلي 21% في التلت الاخير بتاع النادي الاتحاد اغلبهم كان عبر تحولات هجمية من جانب لعيب الاهلي والتركيز الاكبر بالضبط كده ان انا ابعد الخطورة عن التلت الدفاعي بتاعي وزق الكورة نحية نص الملعب عشان افضل محافظ على اللعب بعيد عن مناطق الخطورة 45% سيطرة على منتصف الملعب ده شيء ممتاز بالنسبة لنادي الاهلي خالد شرفت ونورت انا بشكرك حقيقي شكرا جزيلا